هميروكو فطيرة ورق العنب مش هنلف ورق العنب مش هناخد وقت تعالوا نشوف مقدرنا ايه وحواليكو هنعملو زي مع بعض اول حاجة انا عندي 450 جرام ورق العنب ممكن طبعا لو فراش هنسلقه انا جايباه برطموناتنا سلوق جاهز عندي زيت زتون عندي للتقديم او للويش لوز مكسر وسنوبر محمص وطماطم متحمصة في الفرن عندي للحشوة بتاعة ورق العنب اتنين معلقة زيت زتون بصلة مفرومة 3 فصوص طوم مفرومين 500 جرام لحمة مفرومة اتنين معلقة صلصة طماطم نص معلقة صغيرة حبهان بودرة معلقة صغيرة كمون ناعم معلقة صغيرة بابريكا 350 جرام رز مصري 30 جرام بقدونس و30 جرام نعناع أغدر مفروم للصاص او للشربة اللي هنفقي بها ورعينا بعندنا 900 ملي مرأة ممكن تقامايا طبعا بس انا بفضلت المرأة عشان تدي طعمة أحلى 80 ملي عصير لمون معلقة زيت زتون معلقة دبس رمان وزاي ما قلتلكم الوشة عندنا لوز وبقدونس وشوية ثنوبر ولوز محمصة تعالوا اول حاجة نبتدي ان احنا نعصق اللحمة المفرومة اللي هنضيف ليها طبعا هنعمل الحشوة هنعمل الحشوة ورعينا بطبعية جدا بس ورعينا اللي هو اللي باللحمة هحط زيت زتون هبتدي انزل الخضار بتاعي شوية قبل ما انزل اللحمة المفرومة بتاعتي نعصقها هحط البصل اول ما البصل اشم ريحته انا مش عايزاه خالص يستوي او يتحمر او اي حاجة خالص انا بس عايزاه يتعلق ريحته قبل ما ازود التوم لان التوم طبعا مش بياخد وقت على النار كما انتو عارفين اول ما هننزل التوم هنبتدي ننزل بقية المقذير على طول هحط الملح بالوقتي برضو الفلفل في الاخر مع بقية البهارات اول ما اشم ريحت البصل طلعت كده تمام هحط على طول التوم المفوق تكفيكها بس شوية من بعضها الاول وهبتدي اعصاجها مع البصل والتوم هتاخد تقريبا من خمس دقيق لسبع دقيق انا اللحمة بتاعتي كده خلاصت عصاجت عايزين بقى نزود البهارات بتاعتنا ومعلقة السلسة والرز هنحط الاول معلقة السلسة كبيرة وهزود بقى بهاراتي هكيني بعمل حشوة طبعية جدا بتاعت ورق العنب وبعدين هزود الجز بتاعي وهي دي الحشوة بتاعتي كده جاهزة عايزها بس تبرد شوية وهزود عليها في الاخر اخر حاجة البقدونس والنعناع الاخضر الفرش طبعا ورق العنب انا زي ما قلتلكوا انا جايبايا مسلوق جاهز هبتدي احط اول طبقة اللي هي تعتبر الغطاء التحتي بتاع اول حشوة اللي هتحط عليه الحشو وعايزة كمان الجينية بتبقى متغطية شوية فهبتدي احط كده ورقة ورقة وزود على حسب محتاجة بعيني جنبه اكتر طبعا هو بيوفر تقريبا 80% من الوقتين هو طبعا هياخد شوية وقت نحن نفرد ورق العنب دايما انتوا شايفين انا حاولت ان انا اغطي القعر كويس قوي والجناب كمان الجناب كمان نتبطيها بورقة العنب طيب انا الحشوة بتاعتي بتادي التبرد تعالوا نزود لها الخضرة بتاعتها وهنبتدي نحطها في الطبقات بتاعة المحش او فطيرة المحش عشان ده محش يغيش مخشوش شوية ننزل اول طبقة من اللحمة والرز وحبتدي اعمل نفس القصة تانية اعمل طبقة تانية من ورق العنب فوقيها وهنزل بقية الحشوة واخر حاجة هنزل اخر طبقة من ورق العنب ودي هعملها العكس بقى لان دي هتبقى على الوش بمعيني مش هقلبه فهنا هخلي الجزء هو اللي تحت المرة دي مش فوق واحدة كمان هنا على الجنب ونبتدي هنحط اخر حاجة بقى على الوش الطماطم وهنسقيها بالشربة اللي باللمون اللي هنغالها مع بعض دلوقتي كده تمام هنحط بقى الطماطم اللي انا حمصتها انا حمصتها في الفلورن الاول بشوية زيت زتون ومالح وفالف البس عشان هيبقى طعمها احلى بكتير مع الشربة لما تغلي هتدي طعم على طول مش لسه هتبقى مش هتبقى طماطم مسلوقة بقى هتدي طعم الطماطم المتحمصة مزبوط على طول زي ما قلتلكم انا كده ورق العنب بتاعي جاهز ان انا ازود عليه بس الشربة بالاضافات بتاعتنا طبعا اول حاجة احطها المرأة هحط عليها عصير اللمون وهحط عليها معلقة كبيرة من دبس الرمان هتدي مزازة حلوة قوي قوي للورعين واخر حاجة هحط اربع معلق كبار تقريبا زيت زتون اربع وبكده السوس بتاعنا جاهز اللي هنسأسق بيه بتيرت ورق العنب انا ازود شايف ملح وفلفل طبعا وهنزل بالشربة بتاعتنا انا عايزة تبقى مغطية او يعني اعلى من ورق العنب نفسه لازم الماء اضغطي او المرأة بتاعتنا اضغطي ورق العنب تمام هغطيه بفويل وهيخش الفورن تقريبا تمانين دقيقة على درجة حرارة 180 وبعدين لما اطلعه لازم اسيبه متغطي تلت ساعة كمان علشان يبرد قبل مقطعه تعالوا ندخل ده الفورن عايزين نقطعها مع بعض هي ابتدت تبرد خلاص حط كمان ممكن يعني لو تحبوا كفية نوع واحد مكسرات بس انا حبيت ان احنا نحتفل شوية النهاردة بالفطيرة دي زوجت كمان شوية تلوز